وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العراجي اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق برئاسة وفد أمني رفيع المستوى والتقى العراجي برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني حيث جرى خلال اللقاء بحث مخرجات اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني وتأتي هذه الزيارة بعد أن وجه السوداني مستشار الأمن القومي بالذهاب إلى إقليم كردستان العراق والخروج بموقف موحد من موضوع التوغل العسكري التركي الذي يمس السيادة العراقية